أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه جاري الانتهاء من إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة من مختلف الوزرات بهدف إرسالها للبرلمان جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء حيث شدد رئيس الوزراء على أن الدولة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في المنطقة وترفض أي محاولات لتصعيد التوتر والصراع وذلك بما يضمن عدم اتساع نطقها الإقليمية وعلى الصعيد الداخلي جدد رئيس الوزراء التأكيد على الاهتمام بقطع الصناعة والعمل المستمر على إتاحة مختلف التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في النهوض بهذا القطع الحيوي إلى جانب العمل على تهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية مشيرا إلى ما يتم من متابعة دورية مع وزير المالية للوصول للصورة النهائية لحزمة التسهيلات الضريبية وفي هذا الإطار أشار مدبولي إلى التنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للإعلان عن حزمة جديدة من شأنها أن تسهم في تشجيع وتحفيز المستثمرين الجدد والحاليين على ضخ المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات وذلك استغلالا للفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر بما يسهم في تحقيق المزيد من الأهداف المرجوة على المستوى الاقتصادي التي من بينها زيادة معدلات النمو والارتقاء بحجم الصادرات المصرية